في ختام فعاليات مؤتمر البرلمانيين العالمي للشباب في نسخته الثامنة بشرم الشيخ تتراية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شعوره بالاعتزاز لاحتضان مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر لتصير منارة للفكر والثقافة العالمية من خلال المؤتمرات كما أعرب عن فخره بما شاهده خلال المؤتمر من حوار بين شباب العالم وأضف رئيس مجلس نواب أن قضية المناخ تمثل تهديداً وجودياً للعالم بأسره وأن حوار الشباب هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية التي يواجهها العالم على مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناء بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثل مؤسسات المجتمع المدني وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالمياً بل أهم قضية من بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ التي تمثل بحق تهديداً وجودياً لمقدرات عالمنا بأسره وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورةٌ ملحة ترجمة نانسي قنقر